القرار الوارد في الوثيق مجلس الأمن يعتمد القرار العاشر بشأن اليمن خلال سبعة أعوام صادر القرار 2451 بعد أسبوع من النقاشات والتباينات ليخلص إلى مضموم يركز بشكل خاص على دعم اتفاق السوكهولم بين طرفي الحرب في اليمن دون سواه وفوض مجلس الأمن بموجب هذا القرار الأمن العام بإنشاء ونشر فريق طليعي ولفترة أولية مدتها ثلاثون يوما لمراقبة ودعم وتيسير تطبيق الفوري لاتفاق السوكهولم ورئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتقديم إحاطة بهذا الشأن لمجلس الأمن في غضون أسبوع ودع القرار الأطراف إلى تطبيق اتفاق السوكهولم وفق الأطور الزمنية المحددة واحترام وقف طلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات المقررة في المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ لغضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وطلب القرار من الأمن العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن وقبل حلول نهاية ديسمبر الجاري حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق السوكهولم وفق ما طلبته الأطراف بما في ذلك القيام بدور رئيسي في دعم شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر في عمليات الإدارة والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ وتقديم تقرير أسبوعيا لمجلس الأمن بهذا الشأن الترحب بهذا القرار جاء من كل من الحكومة والحوتيين والسعودية وهذه الأخيرة اعتبرت القرار دليلا على التأثير الذي تمارسه دبلوماسية الرياض على قرارات المجتمع الدولي وأشهدت بهذا القرار الذي قالت إنه يدعم القرار 2216 والمرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن فيما ترى الحكومة الشرعية هذا القرار مهما لكونه سيحمل الإنقلابين على الانسحاب من الحديدة وموانئها وهو تفسير لا يقر به الحوثيون استنادا إلى اتفاق ستوكهولم في الوقت الذي يرون فيه هذا القرار مؤشرا على نهاية ما يعتبرونهم حصارا مفروضا على اليمن لا يخفي المراقبون خيبة أملهم حيال هذا القرار الذي يؤسس بنظرهم لمناطق نزاع منفصلة ويقلل من فعالية القرارات الدولية ومن الدور المفترض للمجتمع الدولي في احتواء واحدة من أسوأ الحروب التي تعصف بالمنطقة